السلام عليكم يا رب تكونوا بألف خير عملنا النهاردة مقارونا بشامل لملكة العزومات وازاي تثبط البشامل استحالي يكالكع منك وكمان هنضعف كمية اللحمة نعمل بيها وصفة واثنين وهنعمل مع بعض استريبس فراح وكل اللي انتم شايفينه ده في اقل وقت ممكن ان شاء الله يلا بينا على بركة الله نشوف الطريقة والتفاصيل وزي ما قلتلك اهم حاجة النهاردة معايا هي طريقة البشامل علشان كتير متعقتين منها وكمان طريقة الاستريبس باسهل ما يكون وابتت بيلا بسيطة جدا يلا بينا على بركة الله جبت هنا بصلاية حاطتها في الكبة بعد كده اخدت البصلاية علشان اصفيها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده لاني محتاجة ميتها وفي نفس الكبة كده هنزل كمان بواحدتين من الطماطم زي ما احنا شايفين مع بعض كده هفرمهم برضو فارم نعم جدا وزي ما عملت في البصل هعمل في الطماطم محتاجة برضو اصفيهم علشان اخد ميت الطماطم تمام كده بعد كده معي هنا بطاطسايا وتعالوا بقى هنا هنضاعف كمية العصاق بتاعنا من نص كيلو لحمة تقدري تعملي منه وصفتين بجد تحفة والكمية زي ما هتشوفوها معي هتبقى تبارك الرحمن كتيرة ووفيرة هنضاعف النهاردة اللحمة بتاعتنا بالخضار بشارت كده البطاطسايا في الكبة زي ما انتم شايفين انا مش عايزة تكون مطحونة خالص انا عاملها كأنها مبشورة ممكن كمان تبشوريها عاملها بشارة اذا حبيتي تمام معي هنا فلفل اي الوان اي لون متوفر عندك فلفل اخضر احمر اصفر اي لون اشتغلي به ما اطعمه كعبات كده بالشكل ده انا ما كانش متوفر عندي الا الاصفر وعندي فلفل احمر في هريسة الشطة فهضيف من دعلى ده لو انت بقى مستعجلة وعايزة البصلة بتاعتك تنزل عصارة بتاعتها بسرعة فيحطي عليها زرة ملح بسيطة مش هتأثر معاك في الطعم وما تخفيش خالص من تصبيت الملح بعد كده ده هي نص معلقة ربع معلقة ملح صغيرة خالص هتصفي زي ما احنا شايفين بعد كده هصفي بقى الطماطم بعد ما صفيت البصل واخدت ميته بالشكل ده انا مش هصفي تصفية كاملة خالص ولكن هحاول انزل كمية من استويل اللي فيه بس مش اكتر من كده معايا هنا فلي فراخ لما بيكون عندي فراخ بجمع الفلي بتاعها اللي هي القطعة اللي بتكون موجودة تحت السدر دي وهي دي اللي انا بعمل منها الستريبس تمام حطيت بقى عصير الطماطم على عصير البصل حطي بقى التوابل بتاعتك اللي انت بتحبيها كاري وبابريكا وشوية فلفل اسود وشوية جنزبيل شطة اذا حبيتي شوية قرفة او عندك بهارات استريبس اللي هي البهارات بتاعت المشاو بتبقى حلوة جدا وبتنفع حطيها وزبطي الملح بتاعك وقال بيها كويس جدا 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 زي ما انت شايفة وبعد كده خلاص كده تدبيلة السلستريبس بتاعتي بابسط ما يكون ركنها على جنب وتعالوا بقى هنا نبدأ نعمل العصاق تمام كل الحاجات دي انت بتشتغلي فيها بدر شوية علشان تاخد من التدبيلات بتاعتها وتزبطي حكتك وتكوني تشتغلي كده على الرائع تمام هشوح كده البصلة مش هديها لون ولا حاجة هندبلها ونخليها شفافة وراحتها تطلع بعد كده هنكمل باقي المكونات بتاعنا حطيت كده فصين 3 من التوم مهروسين كده حطيتهم بعد كده هنزل بالبطاطساية اللي انا بشرتها معاكم في الوقت ده هتحس ان البطاطس بتاعتك كأنها بقت بطاطس مهروسة كده ماتيقلقش خالص كملي الوصفة هتثبط معاك وهتبقى زي الفل او عي تقلق يا ست الكل هنكمل مع بعض هنا بقى معايا في حدود جزرتين كبار فروزنت تمام عند الجزر فرشي وبشري على المبشرة وبنضعف بيه كمية العصاج بتاعتنا عايز اقولك ان الحشوة دي بجد تحفة انا جربتها قبل كده بالجزر بس وكانت حلوة قوي ضفت عليها البطاطس لقيتها بجد خرافة عايز اقولك ان البطاطس من الحاجات اللي بتليق مع اللحمة قوي زي ما انتو عارفين بتليق كمان مع الفراخ والاسماك فايه المشكلة ان احنا نحطها مع اللحمة في العصاج بجد طلع التحفة طعمها وهمي وما تفارقهاش خالص عن طعم اللحمة الاصلي كأنك مضفتيش اي حاجة بعد كده هضيف اللحمة بتاعتي وديها تشوحتين هضيف بقى هنا الطمطمتين المبشورين اللي انا بشرتهم في الاخر خالص هضيف الفلفل بتاعي علشان انا عايز ايكون محتفظ بالشكل بتاعه تمام ما يتهرسش مني ما فضلش اقلب فيه واشوح فيه كتير قوي لانا عايز ايحتفظ بالفوائد بتاعته والقوام بتاعه كمان بعد كده بنزبط الملح زي ما انت شايفين بعد كده هضيف على طول التوابل بتكون عبارة عن ملح وفلفل اسود وكمان كمون وكسبرة وشطة وقرفة وكاري وبابريكا والبهارات الامر اللي انا دايما بعملها بتكون عبارة عن لوري وقرنفل ومستيكا وحبهان وكمان زر ورد زي ما انت شايفين كده العصاج بتاعي ريحته خطيرة عايز اقولكم ان انا عاملة العصاج ده في اول اليوم وطول اليوم شمر ريحة بجد تحفة عارف انت اللي هو طبخين الافراح عارف انت الريحة بتاعت الكفتات والعصاج بتاعتهم دي بجد كانت حلوة قوي تعالي بقى اثبطي يا ست كل البشاميل اللي هيطلع معاك بتحفة حرفيا وعشان الناس اللي بتزعل من البشاميل وجربته لما حمصت الدقيق وجربته على البارد وجربته في حاجات كتير تعالي جربي معايا التجربة دي هنعمل البشاميل النهاردة معاملة المهلبية على حسب كمية اللبن اللي انت هتعمليه البشاميل بنحط دقيق يعني اللتر اللبن بنحط عليه اربع معالق كبار من الدقيق فانا النهاردة هعمل نص اللتر لان السنوية بتاعتي صغانطوطة فهحط معلقتين من الدقيق هحط فلفل اسود شوية قرفة صغيرين وشوية جنزبيل وكمان تن بودرة وبصل بودرة على الدقيق هزود عليه نص كباية مياه كده ولا كباية مياه وهخلطهم مع بعض كويس قوي اتأكد ان ما فيش اي تكتلات تعالوا هنا بقى شايفين اللبن بتاعي بدأ يغلي ازاي هروح نزل على طول بالخليط اللي انا عملته ده وافضل اقلب بسرعة كده انسي انسي خالص ان يكون فيه اي تكتلات ولا كعلكية في البشاميل انسي بجد بجد تحفة اوي 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 الخليط بتاع البشاميل ازاي شايفين عمل ازاي يا بنات كريمي كريمي حرفيا مش محتاج اي حاجة وبقال كمية دهون احنا لا حطينا زبدة ولا حطينا سمنة ولا زيت ولا شوحنا حتى الدقيق تمام كنت كمان سلقت مكارونة زي ما احنا شايفين كده نص كيلو من مكارونة الاقلام حطيت شوية بشاميلة على المكارونة شوية بشاميلة في البايريكس بتاعي او اي صنية انت هتسوي فيها عموما وده علشان يمنع التصاق المكارونة في الصينية نفسها وهقسم كده المكارونة نصين زي ما احنا شايفين نص هحطه في ارض الصينية زي ما احنا شايفين كده اردية البايريكس والنص التاني هحطه بعد ما احط اللحمة تعالوا هنا بقى اشوفوا كمية العصاق طلعت معايا قدية نص كيلو لحمة تبارك الرحمن حطيت عليه جزرتين ثلاثة حطيت عليه وحدة بطاطس حطيت عليه طمط ميتين حطيت عليه في حدود ثلاث وحدات من الفلفل تبارك الرحمن حلو وقوي قوي غير التوابل بتاعتنا الطبق اللي انا شلته جانبا ده ممكن اعمل به وصف في اي يوم تاني اعمل فيه مثلا رؤاء اعمل فيه جلاش او حتى لو هعمل بشاميل تاني مفيش اي مشكلة فانا هنا عملت طبختين من نص كيلو لحمة تمام وشوفوا بقى كمية العصاج اللي احنا حطناها على البشاميل بتاعتنا عاملة ازاي تبارك الرحمن حلوة قوي مش قليلة وفي نفس الوقت يعني حاجة حلوة جدا 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 انت اعملي صنية مقارونا بربع كيلو لحمة مفرومة بجد بجد تحفة حاجة كده توفير التوفير والطعم بجد كأنك مضرتش عليها اي حاجة بل بالعكس اديتي للحمة تعسيلة وتسكيرة حلوة جدا يعني كأنك حطيت عليها اضافات خرافية تمام؟ هنا بقى حطيت نص المقارونا الباقي هبدأ اصب على طول باقي البشاميل اللي معايا هنا بالشكل ده عايز اقولك يا بنات ان الصواني البايريكسي دي بيكون ارتفاع الجدران بتاعتها وليل شوية عن الصواني الالمونيوم فانا صراحة بحفظل الصواني الالمونيوم بس النهاردة قلت يلا ايه نستخدم البايريكسي بتاعنا يا جامعة عمال احنا جايبينه ليه؟ تعالوا شوفوا الطريقة الامر بتاعت الاستريبسي دي ولا هتبهدلي الدنيا حواليكي ولا اي حاجة خالص ولا تستخدمي ادوات كتير في كيس من اكياس التلاجة بتحطي 3 معلق كبار من الدقيق تحطي عليهم معلقة كبيرة من النشط تحطي عليهم الملح والكاري وشوية فلفل اصمر والكركم علشان يدي للاستريبسي بتاعنا لون الاصفر الدهبي الجميل تمام؟ هاتي بقى الاستريبس اللي احنا تبيلناه في التدبيل اللي احنا خدناها من الاول تي شايفين اللي هو بنستخدم الحاجة في مرة واثنين فهميني في حاجة واثنين وحطي قطع الاستريبسي في الكيس كده وفتحي الكيس على الاخر ويمليه هوا وبعدين يقفليه كويس وبدأ يرجيه بس خلي بالك وعي فرقع منك احنا عايزين ان احنا منبهدلش الدنيا حوالينا مش معنى كده ان احنا بقى ايه انطرتش دقيق في كل مكان شوفوا بقى التعريجات بتاعة الاستريبس اللي احنا بنعمله بتاع الفلي بتاع الفراخ ده شوفوا التعريجات اللي موجودة وهي شايفين جد حلوة قوي انا بحب اعمله كله كده مرة واحدة واسيبه بقى يتشرب من الدقيق الباقي فيه لو انت حاب ان انت تعملي القفر بتاعي يكون سميك كده ومقرمش قوي بزيادة عن اللزوم حطيه في ميا او رجعيه في الخليط تاني اللي هو بتاع التدبيلة تمام هنا بقى كان عندي شربة حمرت شوية لسان عصفور وضفتهم عليه كده بالشكل ده هزبط الملح واسيبه ياخد غلوة وغطي عليه وكده لسان العصفور بتاعي جاهز تعالوا بقى نقلي الاستريبس خلاص ما عادش حاجة على ازان المغرب بالفطار كل سنة وانتو طيبين ولو انت هتعملي الوصفة دي في ايام غطة عادية بجد سهلة وبسيطة ومش محتاجة خالص اي حاجة خلي الزيت بتاعك سخن بس مش لدرجة الغليان تمام بحيس لما تنزلي الاستريبس بتاعك ماياخدش لون بسرعة والفراخ لسه ماستودش لأ خليه سخن متوسط وبعد ما تضيف الاستريبس على طول ابدأ يخلي النار متوسطة قال لي بيبقى كويس وهنا عملت شوية عناب كده على طول على السريع من اللي احنا مجهزينكم مجهزين هم معاكم سامحونا بقى احنا في السيوم تمام اي شايفين بقى المقارونة البشاميلي متماسكة ازاي طلعي القطعة بقطعتها كده بعد ما دخلت الفرن عفكة محطتش على وشها اي حاجة خالص اللي دهنا بسيطة كده من السمنة البلدي دخلت تحت الشوية وطلعت امر ودفترنا اتمنى النهاردة فيديو نهاردة يجب كماسكة